الكويت تتزين بأثواب الزينة والأعلام فرحا بذكرى الاستقلال الثامنة والخمسين محطة مفصلية شهدها تاريخ البلاد في التاسع عشر من يونيو من العام الف وتسعمائة وواحد وستين وهو التاريخ الحقيقي لاستقلال الكويت في عهد الأمير الراحل الشيخ عبدالله السلم الصباح طياب الله ثراه ليتم ترحيل التاريخ في عام ثلاثة وستين إلى الخامس والعشرين من فبراير ودمجه مع عيد جلوس الأمير الراحل رحمه الله وعقبا لاستقلال بدأت الكويت بتدعيم نظامها السياسي بإنشاء مجلس تأسيسي يتولى إعداد دستور يبين نظام الحكم على أساس المبادئ الديمقراطية المستوحى من واقع الكويت وأهدافها وكان من أبرز ما أنجزه ذلك المجلس مشروع الدستور الذي صادق عليه الشيخ عبدالله السلم الصباح رحمه الله في نوفمبر عام اثنين وستين لتدخل البلاد مرحلة الشرعية الدستورية إذ جرت أول انتخابات تشريعية في الثالث والعشرين من يناير عام ثلاثة وستين ومنذ فجر الاستقلال حتى اليوم أنجزت الكويت الكثير على طريق النهضة الشاملة ومضت على هذا النهج في الارتقاء والتقدم على خطى الأباء والأجداد إلى جانب انتهاج سياسة خارجية معتدلة ومتوازنة آخذة بالانفتاح والتواصل طريقا وبالإيمان بالصداقة والسلام هدفا نحو أمن واستقرار العالم وبهذا يحق للكويت والكويتيين الفرح والاحتفال بهذا اليوم الوطني المجيد لما يمتلكون من قائد وأب وحكيم ومن شعب وفي ومخلص ملتف دائما حول قيادته الرشيدة في أرض تسودها المحبة والإخاء اشتركوا في القناة